اكتئاب زي ما حدثت ذكرت في الأول أنواع فيه اكتئاب بيجيلي نتيجة حدث معين رد فعل واحد لقد الله عنده مرض عضال ومشايف استجابة فبيجيله اكتئاب واحد خد أدوية فيه أدوية بنوقتها أدوية للضغط أدوية لبعض الألم الروباتيزمية أدوية للأمراض متعددة بتعمل اكتئاب نيجي بعد كده فيه اكتئاب زي ما قلنا الاكتئاب الوجداني ده بيجي ده بدون سبب ده بيجي في تغيير الفصول ده مرض جيني هنا بيباليه مؤسرات فقط يعني ايه مؤسرات يعني مثلا أنا قلتلك صباح الخير بالصوت أولايل شوية اكتئابتي تقولي يعني هي صباح الخير هي ده مؤسر من السبب السبب الرئيسي جيني فيه بعد كده اكتئاب مستتر أنا ممكن يجيلي اكتئاب أنا رجبتي بس اللي هو جعاني فقط أنا معديش حقيقة برجبتي كدفي عنده اصدع بس مش لقيله سبب أنا مفرقبتي بس وعمل عمال رانين وعمل علاقة طبيعية وأدوية مش هازل استجيب ده يسميه اكتئاب مستتر لما بنتكلم مع مرين تقولي فيه حاجات تاني بس طبق السدر طبق السدري يبا مش قادرة تنفس بصي اجي هتكلمة حتى فكرة انها طيبش يا دكتور يعني عايزة قفة عند النقطة بتاعة النفذ دي لانها ساعات يعني انا شخصيا بتجيلي بس فترات معينة قالي ان انا نفسي مش عارفة طلع عفضة لحد اما يطلع اقول خلاص الحمد لله بس فترات معينة وبروح لدك هترك كتير مبلغي لا اقول لك ليه بس عفنة لازم الناس تفهم المرض النفسي مرض عضوي في المخ زي اي مرض زي الكابت زي الكلا زي اي القلب فيه غرفة في المخ فيها حاجة اسمها النواق العصبية النواق العصبية دي مشكلتها ان لازم الحاجة يقعد ثابت على طول انا بديك بس ببساطة يعني اي فالنواق العصبية دي يعني لو واحد زاد لازم اصد واحد ايه يقل عشان الحجم يستمر ايه ثابت ثابت لما باجا تضايق او بازع بدخل فيك تقبية ايه اللي بيحصل السيروتونين اللي هو هرمون استعادة بيبدأ يقل يقل الدوبامين اللي هو هرمون التركيز يبدأ يقل فانا بحس بالضيق وقلة التركيز زي ما قلنا والانتباه طب ايه لازم حاجة تزيد عشان يقعدوا سابتين الحج حاجة اسمها نور ادرينالين النور ادرينالين مادة قابضة لو عادة موية تغفل لو عادة موية فاللي ما بتزيد تعمل للصداء زغلالة في عيني جفاف الحلقة خلت رأبة عضلات السدري تنقبل فتيجي انت بتدقيق للحظة العضلات تنقبل مش شرط الدهية تنحدز عنها انا فكرت انا حاجة بفكر بين حاجتين العضرة بتاعت السدري انت تكس على مصد زي تنقبل حس يا دكتور كان فيه تقلق بها على سدري تمام معده كده المعدة تقفش ليه ان لما بيزيد بيزود افراز عوية الدمية بتقفل فعايزة تزود الدم بتاعها فبيزود افراز العصارة المعدية بحس بحمودة القولون العصبي الجمعية الامريكية كل ده لما حد بيزعد بيحصل له كل ده الجمعية الامريكية للطب النفسي كانت مطلعة 2018 اه 60% من مرضى الريتابل باورد سندروم اللي هما عندهم القولون العصبي ده مرض نفسي مش عضوي ترجمة نانسي قنقر